النجوم هي مصابيح السماء بها يهتدي أهل الأرض إلى طرقهم في سفرهم برا وبحرا والعلماء هم مصابيح الهداية يدلون الناس على الخير حيثما كانوا ومنهم الفقيه الإمام عالم المدينة ومفتيها سليمان بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونها رضي الله عنها كان أبوه يسار فارسية قال ابن سعد كان ثقة عالما رفيعة فقيها كثير الحديث وهو أحد فقهاء المدينة السبعة قال أبو الزينهد كان ممن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعد بقيتهم كان سليمان من أوعية العلم قال قتادة قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فقالوا سليمان بن يسار وقال الحسن بن محمد بن الحنفية سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب وكان السائل يأتي سعيد بن المسيب فيقول له اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم كان متعبداً كثير الصيام من أهل بيت تقوى وصلاح قال ابن حبان كان سليمان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم وعباد التابعين مات سليمان بن يسار سنة سبع أو تسع ومئة وقيل غير ذلك وهو ابن ثلاث وسبعين سنة رحمه الله ورفع درجته في المهديين ترجمة نانسي قنقر